يقوم رئيس مجلس ينواب السيد رشيد الطلب العالمي اليوم بزيارة عمل برلمانية لجمهورية سلوفينية وذكر بلاغ لمجلس ينواب عن هذه الزيارة والتي تأتي بدعوة من رئيسة الجماعة الوطنية السلوفينية ستتخللها عدد لقاءة برلمانية همة مضيفا أنها تهدف إلى تعريف بالأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السدس وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الزيارة تدارس سبول تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف الجيدة بين البلدين وتقوية الحوار والتواصل الدائم وتنصيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في طريق الاحترام المتبادل لسيادة والوحدة الترابية للدول والمساهمة كمؤسستين تشريعيتين وكبرلمانيين في إشاع السلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر